هل السيدة لبنى معالا؟ أيها مقابلتك سامعك عليكم سامعك أتفضل يا أستاذ هادمتك بقول لحضرك أنا معي بني في أعاقة زي ميام نعم وعلى طول قاعدة في الأوضة الوحدية ويلاقي أبناء ده قدامها نعم بقول لحضرك هي قاعدة على طول وفي حد قاعد معيها مين جبت مني إن في حد قاعد يعني في حد قاعد معي يعني هو في حد بيكون معاها عشان يساعدها ولا حد قاعد معاها من أنتو مش شايفينه لا إحنا مش شايفينه بس هي أصلا حد قاعد معاها تنفع إن في حد بيرعاها فتسأليني مثلا هو أقاعد معا إيه طيب إبقى أنت بتقولي إن في حد قاعد معاها طيب جبت مني إن في حد قاعد معاها إن هي بتكلمه يعني أه بتكلمه أه طيب يا فاني بتكلم معي وبصوت عالي وفي الحمام وفي كل جهة كويس أنا بس على حضرك سؤال هي بتكلمه منذ إمتى يعني من أول ما حصلها بلوغ من أول ما حصلها إيه هي سنها كم سنة 14 سنة وكلام ده من جنائية وعندها كم سنة يعني عشر سنين عشر سنين السؤال بقى هي الإعاقة دي إعاقة ذهنية ولا إعاقة جسدية لا إعاقة جسدية طيب الأمر اللي أنت بتقوليه ده بيحصل كتير جدا 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 مع الأطفال اللي عندهم إعاقة زينية ليه؟ لأن بعض الأحيين التأخر بيخليهم يعيشوا زي الأطفال في خيالهم فهو قد يكون دوت من أن هي عايشة في خيالها وليس أن في حد قاعد معاه أنا عايز بس أقول لكم حاجة إحنا دايما عندنا أولادنا اللي عندهم إعاقة زينية إحنا بنربطهم دايما بأن هما ناس ليهم رؤى وليهم طريقة من كشف بعض الأمور التي لا يراها الناس ده مش بيكون في مصلحتهم بالمناسبة هي لما تعمل كده إحنا ممكن نتعامل معها على إن هي عايشة في عالم الخيال لكن إن إحنا نحسسها إن ده حقيقة وتتحول حياتها إلى حقيقة وتحول حياتها إلى العيش في الخيال وعلى هامش الحياة ده مش مناسب أنا شايف إن التصرف الصقيح في هذه الحالة إن إحنا نسأل أخصائيين سواء التخاطب أو سواء الأخصائيين المتخصصين في التعامل مع هذه الإعاقات في الحالات دي نعمل إيه فأنا مش شايف إن في حد معاها خالص وأنا شايف إن ده طبيعي في حالتها وأنا شايف إن إحنا نرجع للأخصائي وعشان بس نفسنا تطمئن ومع إن ما فيش أي حاجة لا فيها فريد ولا في جن عندها نعمل إيه نتعود طول الوقت إن إحنا نرقيها عشان هي تزداد بركة مش عشان إن في حاجة حواليها